غير طبعا التعلابة بقى يعني التعلابة دي اللي بت... ايه التعلابة بقى؟ عشان انا يعني انا افهم ان التعلابة دي ان الناس بيبقى عندها زي حرف اما كده من قدام صح؟ ولا في فراغات في الراس متفرقة؟ الزبط التعلابة كذا درجة ممكن تبقى فراغ مدور كده وتلاقي يجي الاطفال اكتر والام بتقولك الولد او البنت كان نام كويس بالليل ساعت الصبح لقيت خصر شعر جنبه لا لا ما اقول يا دكتور طب وده من ايه بقى؟ ده عادة النوع ده بيبقى من التوتر والقلق والزعل تلاحظي امتى اخت او اخ عنده اربع خمس سنين وجاله اخ جديد فطبعا الجديد ده الدفع الجديد ده بياخد كل الاهتمام النفسية والكبير ده بقى هو الكبير المسئول على البيت وبياخد باله من الطفل الصغير ومبقاش على الحجر وبقاش يتدلع تجيله التعلابة معقولة ممكن الطفل يتأثر حصلت معي شخصيا مع حفرتي اه كانت عندها ايه؟ مكمتش تالت سنين ساعتين شوية وسافرت انا ودكتورة بره كنا من حجر فعدها فترة مش موجودين جات لها التعلابة لانها كانت تقعد معنا على طول بيستعالج دي ولا اه لا دي بتعالج على طول مفيش منها خوفة وساعات في معظم الحالات بيطلع الشعر الواحد مجرد ما العامل النفسي يبعد بس ساعات التعلابة بقى بتتحول الى مشكلة اخر اه تبقى تعلابة شامنة تاخد فروة الرأس او او الجسم كله تلاقي شعر الجسم كله واقع دي بنسميها التعلابة المناعية هنا دي مشكلة مرضية بقى نتيجة عن خلل في الجهاز مناعي الجسم بيطلع عكسام مضادة تحارب بوصلات الشعر فاتكسرة ما بيطلعش فيه شعر وهي نازم يكون قلالك بدوية مناعية ده مرض نتيجة خلل في الجهاز مناعي طب لو هنتكلم عن الامراض بقى الطبعية اللي بيعني منها كل الناس زي ما احنا قلنا القشرة والحاجات البسيطة اللي هي ممكن تسبب تساقط الشعر او انا دايما بلاحظ ان البنات لحد مثلا سن 25 26 بتبقى الامور تمام بعد كده بيبتدي الشعر لكل الناس يخف شوية بتهيقلي بعد الحامل والولادة يخف اكتر بعد التلاتين مثلا يخف اكتر فالحل هنا ايه عشان كل السيدات تبقى محافظة على شعرها بشكل صحي وسليم ويكون يفضل تسئيل طول العمر الواحد بيبقى متخوف هل ممكن قدام شعر يخف بقى ويبقى عندي فراغات والكلام ده كله لان مع مرور العمر لا فيه تأثر واضح وبيباني دي المجموعة الثالثة من الاسباب احنا كلمنا على الوراس والامراض دي المجموعة الثالثة بقى اللي هي فترة المراحقة مع سن البلوغ مع فترة الشباب مع السترس والشد العصبي والقلق مع الحمل طبعا والرضاعة فيه حد بيشارك الام في الغزر او طبعا توتر الحياة والشد العصبي فعلا ما فيه شغل ايه ده بيأثر بشكل كبير احنا بيقول طيب العلاج ايه زي معاك بتقولي انا بدور على السبب الاول هل فيه امراض لازم اعجي الامراض الاول لاحظنا مثلا يعني فيه بعض البنات تلاقي الدورة الشريعة عندهم بتقعد فترة طويلة الدولة برضو بيتأثر وتلاقي شعرهم بيوع كمان فترة النمو الولد او البنت في الفترة من عشر سنين الستاشر نمو سريع فتلاقي الغذة بيروح بقى على العضلات والعدم وعضاء الجسم فيقلي شوية فيقلي شوية فيقلي شوية فطبعا الشعر يبدأ يقلي كمان العداد السيئة واخترهم كلمات فرض الشعر دي بتدمر الشعر بروتين والحكات دي ترجمة نانسي قنقر